النهاردة ان شاء الله الفريق حيغادر القاهرة أكيد استعداداً ليخوض مباراته المرتقبة أمام سانداونز طبعاً فيه استعدادات على كل المستويات وعلى كافة الأصعيدة بدنياً وفنياً وكمان طبياً وأيضاً غزائياً بالمناسبة الدكتور إيهاب علي مستشار التغذية لفريق الكرة قال أنه حدد البرنامج الغزائي الخاص برحلتي الفريق في جنوب إفريقيا وكمان في الكاميرون بما يتناسب مع الأجواء الموجودة في البلدين دول وكمان تم وضع برنامج خاص لبعض اللعبين اللي بيخضعوا لتدريبات علاجية واستشفائية للإصراع في تجهزهم وأضاف كمان فيما يخص رحلت جنوب إفريقيا الفريق حيتواجد في مدينة بتتميز بارتفاحها نسبياً عن سطح البحر وبالتالي هيكون فيه نقص ملحوظ في الأكسجين وبناء عليه هيقدموا للعبين أنظمة غزائية يستطيعوا من خلالها لأنهم يتعاملوا مع الضغوط الجوية ومسألة نقص الأكسجين أشار أن الأغزية اللي حتقدم للعبين حتكون غنية بالحديد والنطرات والفيتامينز اللي بتساعد كل لعب في عدم التأثر بالارتفاع عن سطح الأرض إيه موضوع نقص الأكسجين ده؟ ده حصل قبل كده في كذا مرة فيه دول كتير بيبقى يعني جغرافياً هي مرتفعة عن سطح الأرض لما تيجي تبزيلي أي مجهود نهيكي بقى لما يكون المجهود ده كمان موت شكورة بتجيدي صعوبة في أن انت حتى تغدي نفسك يعني النفس اللي بتغديه الأكسجين طب احنا نقصين بقى ده يعني عوامل مش هلو قبلاً أول مرة أسمع عن الموضوع هذا على فتح حصلت قبل كده مع المجدخب وحصلت مع النادي الأهلي يمكن عشرات المرات يعني في دول بعينها معروفة دايماً أن فيها درجات حرارة مختلفة ونسبة أكسجين قليلة ودي بتستدعي بطبيعة الحال استعدادات خاصة جده أوكي